راح نحكي شوي على دبي ومذكرة تفاهم توقعت بين غرفة تجارة دبي وموانئ دبي العالمية لبداية تطوير الطريق الحرير الرقمي هاي المبادرة تابعة لدبي 10X ورح تبلش 2020 وهي المبادرة عبارة عن منصة ذكية تستخدم تقنيات البلوك جين لتسهيل التجارة الإقليمية والعالمية وكمان لتزيد الشفافية بالتجارة وبالسيستمز التجارية وهالمنصة الذكية راح تساعد كتير على الأسعار راح تنزل الكوز الموجودة بالتجارة ورح تزيد الشفافية ورح تزيد الموجودة بالسيستمز وبنفس الوقت راح تسهل كل شي بيصير بالتجارة وهي أكتر دقة يعني أكتر دقة ساقنيات البلوك جين راح تفيد بالدقة وهي المبادرة دبي بدها تصير يعني بدها تغير السيستمز الموجودة بالتجارة العالمية ورح تسهل الشركات الموجودة في دبي يعني شركات موجودة في دبي اللي عملوا التجارة والتسهل راح تسهل معاملاتهم راح تفيدهم أكتر عم نشوف أن حكومة دبي تستثمر كتير بالمنصات الذكية عم تحول دبي إلى مدينة ذكية عم نشوف هذه الأشياء كتير أصلاً صارت وهن الرؤية تبعيت من 2020 إلى 2030 حتى بي دبي اللي حتصير تقريباً كل الدوائر الرسمية وهي أردي صارت وأصلاً صارت بتعتمد على دكاء الإصطناعي وكل شيء تقنيات ذكية مش بس هيك هذه مبادرة كتير حلوة واتفاقية توقعت مثل ما ذكرت أنه هي بتسهل المعاملة مع الكل حتى قصة البلوكتشين شمس هي موضوع كتير عميق ولما أنا غطيت الإفنت قبل بكم شهر كتير شركات كانوا دعمين هاي وعم يستعملوا خبرية البلوكتشين بقلب شركاتهم وما بيقدروا إلا ما يستعملوها صح لأنه هي بتسهل أمور هواي ويعني في شفافية صح مش بس بتسهل وحتى للبيانات الضخمة البلوكتشين بتحفظها وحتى الكلشي اللي بيخصوا بالتكنولوجي لازم يستخدم تقنية البلوكتشين بأعمالهم وإه اشتركوا في القناة